ضيفي في برنامج جوم سعيد محمد الناصر مرابط بممثل وزارة الشؤون الاجتماعية للحديث عن التغطية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وكذلك طرح خطايا التأخير نذكر بالإعلام الذي وصلنا من الوكالة العقرية الصناعية التي تعلم عن بيع قضاء أرض صناعية بالمزاد العلني أيام 5-6-7-12-13 نوفمبر 2024 اللي حبي شارك من باعثية المشاريع الصناعية المهنة الصغرى كذلك والخدمات يتوجه لمقار الوكالة الكائن بـ 9-13 نهشة مريم مون بليزير 2002 تونس ويسحب كراس الشروط للتعريف بالإمضاء ويرجع للوكالة في 48 ساعة قبل موعد البتة المناطق المعروضة كما أشرنا قبل قليل للبيع بالمزاد العلني مهيئة فيها كل المرافق اللازمة موزع على تونس الكبرى شطرانة المغيرة برج السدرية شريطة ساحل بنزرت كما نلقى مناطق تنمية شهوية في ولايات زغوان المهدية القيروان باجة وسديانة المشاركة إذن مفتوحة للباعثين الكل اللي باشي يوسعوا مشاريعهم أو يبعثوا مشاريع جديدة للحصول على أكثر معلومات والتفاصيل بالإمكان الاتصال بالوكالة العقرية الصناعية على الأرقام التالية 71-124-260 71-124-260 71-124-242 أو زيارة موقع الويب منتع الوكالة العقرية الصناعية www.afi.nat.n إذن ضيفي سي محمد الناصر مرابط عن وزارة الشؤون الاجتماعية إذن قدمت لي نزوز عناصر نتحدث أكثر تفاصيل وتفسر لي ماذا عن هذه التغطية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات نص القانون يقول الحماية الاجتماعية وفي الحماية الاجتماعية فما جزء أجزاء متكاملة فما التغطية الاجتماعية كل ما هو تأمين كل ما هو نظام ضمان اجتماعي يعتمد على دفع اشتراكات وفي المقابل الحصول على مجموعة من المنافع وفما الجانب تاع الأعنات الاجتماعية نظام متكامل في حماية اجتماعية في تغطية اجتماعية وكذلك كل ما هو منافع مرتبطة ببرنامج الأمان الاجتماعي معناها قبل العاملات الفلاحية محرومين من برشة أشياء نحن نتلقنا في النص القانوني على تشخيص للواقع فما عديد أنظمة لضمان اجتماعي التي تشمل بتغطية الاجتماعية الفئات من الفلاحين على الأقل 3-4 أنظمة فما أنظمة صغار فلاحين نقوله على أنظمة الضمان اجتماعي التي تشمل صغار فلاحين لكن أنتم تأكدوا على العاملات الفيحيات دورهم كبير في الإنتاج دورهم كبير في قطاع حيوي قطاع استراتيجي يأمن مناسة قلالية الغيبائية مثل البلاد دورهم كبير والمجودات اللي يبدلوا فيه برز خاصة في الفترة متاع جائحة متاع كوفيد عديد بلدين أمريكا اللاتينية الناس خرجت للتظاهر في الخارج لأن صادرات تتوقفت والتوريد متاع مواد فلاحية ما توجدتش في البلاد احنا في تونس بالعكس كانت وفرة متاع منتوج وكانت منهل العكس من البلدينة دي وهذا الكل بفضل سواعد متاع انساء وهذا نعرفوه وعديد الجهات تونسية المرأة هي العنصر الفاعل في الاقتصاد واحنا نحب نكرسوا دورها دي يعني في برشا عائلات المرأة هي هي اللي جيب مورد الرزق هي اللي تكفي العائلة متاعها هي اللي إضافة إلى المجودة اللي تقوم به خارج المنزل واللي هو عامل شاق راهو هي زادة اتأمن معنها العمل المنزلي والرعاية بالأبناء دونك احنا قد بناعملوا في التجاه الفيأة هي وباقي منها مقصرين في حقها وان شاء الله احنا نكونوا بالنصة دي نقول لان النصة دي في بعض المتكامل كم ذكرت سيادك فما الجانب متاع الادماج الاقتصادي الاجمال الاقتصادي هو احنا نحاول ان نعز القدرات متاع المرأة دي في المجال متاحها من خلال تكويل من خلال تأويل من خلال مرافقة كذلك فما عنصر هام ان تمويل مشاريع نحبها تبع مشاريع مشاريع مرتبتة بالنشاط والفلح نحبه ولكن ساعات ما باليد حيلة متفقين احنا نفهم مجموعة من الاليات موجودة متوفرة حاليا والاليات هذه ممكن مشتل مجهودة متاع الدولة على عديد البرامج نلقا برامج على مستوى وزارة المرأة نلقا برامج على المستوى وزارة الاجتماعية نلقا برامج على مستوى وزارة التشغيل والتكوين مهني الفكرة اذا ما قم شوحدكم كوزارة والاجتماعي لا لا ما ينجمش ملف أفقي يهم عديد الوزارات اللي اتيت على ذكر متاحها ومن النجم وننجحه اللي إذا كانت وجدت فما تناغم فما منها شراكة وتفاعل بين مختلف المدخلين وشنو كيفش ندخلو وزارة الاجتماعية تقوم تدور اجتماعية متاحها في مجال أنظمة ضمن اجتماعي في مجال يعانية الاجتماعية بالفئة المحرومة والفقيرة والمحدود تدخل وزارة التكوين مني والتشغيل من خلال البرامج والآليات وهي عديدة وكثيرة الآليات متاع التكوين والمرافقة وبعث المشاريع وكذلك حتى التمويل وإسناد منح للمتكونين أعطاهم فرص أن يتكونوا داخل مؤسسة وينجدوا تربصات وتكون عندهم مهارات تطبيقية هذه الآليات موجودة كيفش نفعلها على أرض الواقع كذلك البنك التونسي للتضامن وعنده تجربة كبيرة في مجال تمويل تمويل المؤسسات الصغرى حتى تربتيت انتروبيزم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الصغرى وإحنا من البرنامج أن تكون زادة قروض مويسرة لأننا نعرف قلة الدخل متاع الفئة هذه وحاجة أخرى قلنا نستغل زادة البرامج الموجودة في إطار تنمية هوية ونعطيه الأولوية للنساء الفلحات وعندنا جهات معينة نعرفها متميزة بالنشاط الفلاحي بشكل مجهود مركز مثلا يعني مثلا عن الزراعات الكبرى نقوله مناطق شمال الغربي نقوله باجا نقوله جندوبة نقوله الوسط الغربي قيروان مع تنوع المنتوج الفلاحي في القيروان من أجر مثمرة من سقوية من عندها الزيتون منها تواب متميزة في إنتاج الزيتون عن الوسط وعن السفاقس كغبات الزيتون عن سيد بوزيد وكذلك والجنوب 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 مختص في التمور ومساهمته في التنمية الأقصيدية كبيرة ونحبه نثمنه من خلال خلق السلسل القيمة مثلا كنا نأخذ تمر مش مستغلين بالوجه الأمثل نحن نجم نخلق سلسل قيمة حول تمر نحن نجم نعمل سكر من تمر علشان أشكال متاع نتاج سكر نحن نجم نستغل العودة متاع على النقلة نجم نستغل مثلا الفواض المتاع هذه هذو ما تشييمها حتى في النص القانوني منها المشرع التونسي خذاب عن الاعتبار الجن بهذا وقال ما نعمل نعمل بنك متاع أفكار متاع مشاريع فلاحية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية متاع الجهات كل جهة مش نقلوا مش مش كون حاجة مماثلة لكيفة الجهات ثم خصوصية الجهات الرعي والخصوصية متاع الجهات وبالعكس نستغلوا نقطة قوة بالجهات ونحن نعرف في الانتاج الفلاحي سلحبيب ثم بعض مناطق متميزة انت كتقول تفاحت ونقول سبيبة ونقول قصرين يقول زعاد الكبرى يقول شمال الغربي يقول تمر يقول الجنوب يقول زيتون يقول سفاق يقول سيد وغرومباليا الوطن القبلي في المنتوجات والوطن القبلي تقريبا ما عندوش الاشكاليات متاع العملية الفلاحيات مثل بقية الجهات باعتبار انه النشاط الموسمي يدور نكون مطمات متعدد الفراول نتعدد للحوارس العمل المتواصل فيما ببعض الجهات فما نشاط فلاحي وحيد وهو نشاط موسمي يعطي الصحة وهذا يؤدي الى ان العمل يكون متقطع من نجم يكون عمل القار ينجم يكون عمل موسمي وحاولنا احنا خلال نص نأخذ باعتبار كالجانب الموسمي وش قلنا قلنا سيدي العاملة الفلاحية الى هي اجيرة نقول واذا كان خدمة 15 يوم على شهر محمد ناص بربي خلي نقول كلمة هذه هي اجيرة ان شاء عارف ما يستغلهاش يخلصها على قد عرقها احنا في الجانب هذي يخذينا بعض الاجراءات وكذلك المحاذير اللي تخلي انه تحفز المؤذر انه يتصرح بهم يعطيهم بالأجور ومتاحهم وفي المقابل انه يتمتع بمجموعة من الامتياز تجاه ضمن اجتماع والخفول والعب حاجة اخرى قلنا زادة بنعطيه صبغة العاملة الفلاحية عن طريق من شهادة مسلمة من دبيت جوية الفلاحة نقول وذير عندها سيفان تعمل الفلاحية وخممنا في وذيع في بعض التجرب مقاربة نقول نعمل السجل الواطني العاملات في الحياة احنا في تونس الحبيب فما مكتسبات والأنظمة الضمن اجتماعي عندها قديمة وعريقة والأنظمة بدأت من الستينات فما أنظمة تعود حتى للعهد متاع البيت بالأمر العالي قبل متفقين هذين يزمن نبنيوا علي ولكن ربما مع مرور السنوات وتعقب الأنظمة كذلك السياسية ساعتي جاهل ومس هذوم قلنا احنا الأنظمة الموجودة هذيك ما أداتش دور متاحها خاصة بالنسبة الفئة الضعيفة نسبة التغطير الاجتماعية راهي نسبة مقبولة نسبة الجملية في حدود 3.8% 4.4% نسبة مقبولة لكن هذا ما يخفيش داخل النسبة هذي نلقى نسبة ضعيفة بالنسبة لأجيرات الفيحيات نظام الأجيرات الفيحيات لماذا لأن الفئة عندها صعوبات تشكو مع صعوبات القناة حبنا نظل الصعوبات في نص هذا قلنا تشتغل 15 يوم على شهر وإلا تشتغل 45 يوم على كامل ثلاثية وإلا هي تشتغل 180 يوم على كامل سنة مهما كانت المدة اللي بيشتغل هذه نعتبر هذه كمدة عمل فعلي ومعتبرها في احتساب المنافع في ضمان اجتماعي مش معناها تمرض نهار ما تخلصش بالعكس كما شفت عاملات محمد الناصر باش من ننسهاش أخيرا كنت في مدينة الثقافة العاملات اللي يشتغلوا في التنظيف معناها كيف تمرض نهار يا رسول الله واحد ما يمرضش يقصوا لها يعني هذا صحيح لا احنا بالنسبة لعاملات في الاحتياط النظام فمال نظام تأمين على المرض فيه الشق متاع العلاج خدمات متاع العلاج والخدمات صحية تكملية وكذلك فيه منح المرض منح المرض وكذلك عطلة الأمومة وعطلة الأمومة منح وعطلة الأمومة بالنسبة منح المرض هو تقيب على الملاحظة متاعك ما يعني إذا كان هي مرضت وتغيبت العمل بضيافة إلى العلاج والتداو والخدمات الصحية تكملية عندها منح تعويضية على الأيام العمل التي تغيبت عليهم مهم كذلك في حالة أمومة وفي حالة الوضع إضافة إلى التكفل بالإجراءات يعني هو في الأخير قد تخلص في الشهر مثلا حكاية بسيطة صحية تتلقى موظفين يخلصوا ديما شهرياتهم تتصب وهو تلقاه يشيش في البحيرة نحن بالنسبة للعملات في الحياة بالرغم أن الدخل متحن ضعيف حاولنا أن نعملوا ضمان اجتماعي يكون متناسب ومتوازن بمعنى نعطيوها مجموعة من منافع ليش يجب أن يكون نظام تغطي اجتماعي هو بيدو الجذاب أنه يساعد ويحفظ أنه تنخرط في النظام ليش لأنه مش نعطيها مجموعة من منافع مقابل الاشتراكات تدفح من بين المنافع ذكرناها التأمين على المرض وكذلك الجرايات يحفظ الكرامة أنت تنجم تقوم تأخذ إعنات لكن بعد مدة وقت تقدم بك سن وأنها تنجم تكون معدش عندك الدخل من شأن أنه يحفظ الكرامة لا يكون مرتهنات لك الإعنات كذلك حوادث الشغل يغطيك صح وفما مشكلة هم أخذناهم متلازمين نحن أخذناهم الزوز في نفس الباب في نص القانون يعني سهل الإشارة وهو برشة حوادث صار والنساء العملات في الحالات وهي مجموعة من فواجع والإشكالية أنه ما يلقاوش منها التغطية الاجتماعية في مجال حوادث شغل الأمراض مهنية نص القانون هذا قال فما وجبية الانخراط فضلا العاملات في الحيات اللي هو واجب أنه يكون منخرطين في نظام جبل الأضرار ناجم عن حواد شغل الأمراض مهنية كذلك العاملات في الحيات اللي هما متصبين حسابهم الخاص واللي هما غير أجرات فما وجبية انخراط في نظام حواد شغل الأمراض مهنية والانخراط هذي شنو يمكن يمكنهم من الانتفاع بالتعويضات وجبل الأضرار ناجم عن حواد شغل أمراض ميني وكل حادث شغل صلى حبيب فما الحادث اللي هو بمنسبة أداء العمل ولا بسبب متاعه وفما الحادث نحن نسميه حادث المسير أكلي إنسان متنقل من عمل متاعه من بيته إلى العمل متاعه وإلى العكس ومتجاه في الطريق ويصير الحوادث كما الحوادث متاع نساء العملية في حالات صحيح هذي اليوم يمكنهم من الإسعافات العلاجية الإيواب المستشفيات من التكفل بمصاريف النقل هذين بالجانب العلاجي فما كذلك مهم بشي تغيبوا العمل لنتيجة الحادث عندهم منحة تعويضية تعرف محمد الناصر أنت تحكي لي توا يعني بالحق هذه ثورة هذه فيها خارق العدد إن شاء الله يا ربي تتنفذ إن شاء الله بإن الله وإحنا سعين هو النظام الخاص هذا جديد بش يمر على مجلس النواب بش يصدق عليه هذا أصدر بمرسوم وابح من ترف سيد الرئيس من سيد الرئيس الجمهورية خلال عطلة منها النيابية أي خلال عطلة نبياء وإحنا منها تم تجسمه ومزالت نصوص تطبيقية بأنه لا فما أوامر تطبيقية متعلقة بالنظام تغطية اجتماعية بالإدماج الاقتصادي كذلك بالجانب منتع النقل فما عدود عديد النصوص إن شاء الله تخرج وتصدر في أقل بوحدة نشتغلوا عليها بكل منها بكل ما أتينا من جهة سيمو حمد النصر مرابط هذا سيكلف الدولة أكيد يعطيك صح أموال يعني صحيح لكنه أي نظام ضمن اجتماعي فيه جوز الجوانب فيه جانب متاع المنافع وفيه جانب متاع واجبات والتزامات أي أن العاملة الأجيرة العاملة الأجيرة والعاملة غير أجيرة نحن نقول أصحاب العمل بالنسبة للعاملة الأجيرة عندهم مواجب أن ينخرطوا في صندوق الوطني الضمن اجتماعي من تاريخ انتداب عاملات يدفعوا كل شرط يسجلوهم في الضمن اجتماعي ووراهم بشي يسجلوهم في الضمن اجتماعي يجب أن يكون مسجلين في السجل الوطني العاملات في الحيط وهذا جديد وهذا مهم مع لف فما برشة يخدموا تحت الحيط موجود لكن بإذن الله نحن تضافر متاع جهود من وزارة الفلاحة من وزارة الشرون اجتماعية من التشغيل كذلك على مستوى الصندوق وش نعملوا بنك معطيات حول العاملات الفلاحيات فما مجهود على المستوى المحلي وعلى المستوى الجهوي وعلى المستوى المركزي لتنسيق المجهودات باعتبار أن تكون الرقابة تكون رقابة إدارية من خلال منظومات المعلومات وما تكون رقابة بالخيار زيارات المراقبة لأنه صعيب باعتبار تشتت المستغلات الفلاحيات البعض متاحها على الإدارة من نجموش وقوموا دور هذا نحاول أن نقول عنا وعنا محلية ومحلية وكذلك مش لك نقول السجل الوطني هذا شنو في معطيات خاصة بالمرأة العاملة في القطاع الفلاحي معطيات اقتصادية معطيات حول الصحة متاحها شنية البرامج اللي انتفعت بها في إطار الضمان الاجتماعي أو اللعنات اللي انتفعت بها في إطار الأمان الاجتماعي وتكون هذه قاية المعطيات تخلينا أن نعرف الفئة هذه بكل دقة ونصوبوا تدخلات متاعنا من جانب التفعيل في النص القانوني وضع آليات للتصرف وكذلك للحكمة متاع النظام كنقولوا حكمة متاع النظام شو معنا أنهي لهيك المتصرفة كيفاش تدخل شنية علاقتها بينها بها كذلك فما اللي جان على مستوى مركزي على مستوى وزارة الشرون اجتماعية لجنة متاع فنية لمتاعباعت النظام الخاص بالحماية الاجتماعية تصويب التدخلات متاعه كذلك فما اللي جان معنا على المستوى الجهوي بالنسبة لاندقاء المشاريع على شي تم بعثه كذلك قلنا بانك مواطيات للعملات الفلاحيات كذلك مشينا في الجانب متاع تقريب الخدمات لإدارة وقلنا بالتعاون مع البريد التونسي مع الديوان الوطني البريد أنه نعمله يتسمى محفظة محفظة نقدية تتلقى فيه المئعانات وكذلك من خلاله تنجم تدفع المساهمات باعتبار القرب استعمال المكاتب البريد ثم أن تكون هذه خدمة عن بعض إن شاء الله ماشيين فيها وتولي هي تلقفها الإعانات دون أن تتكبد عن التنقل المكاتب مثلا الضيق الاجتماعي ولا صندوق الواطن تأمين على المرض ولا صندوق الواطن ضمن اجتماعي وكذلك هي تدفع من خلاله اشتراكات ضمن اجتماعي الاشتراكات صحيح سيد محمد الناصر مرابط ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية حدثنا بإطناب عن الأمان الاجتماعي فيما يتعلق بثنا بالتداوي في المستشفيات العمومية الأجهزة التعويضية المواسرة الإدماج وخدمات التأهيل النقل مشكلة أشرت الوطي ولكن كيفاش تراكبوا كيفاش برشا أصحاب الكماين يخدموا في اللحمر في الرؤش ما فماش تأمين يفرطوا في السرعة ما يحترموش القانون السير وتصير حوادث قاتلة وصارت أشياء مؤلمة مع كم الأسف إن شاء الله انتم في برنامجكم حطيتوا المسألة هذه بعين الاعتبار خذينا بعين الاعتبار جانب النقل وصحيح قلنا سيدي في الإجراءات متاعنا فما نصوص قانونية سودرتيزم تفاعل نصوص قانونية من خلال شنو خذينا إجراءات تحفيزية لفائت العاملين في قطاع نقل عمومي غير المنتظم من خلال إن شاء الله في قانون مالية 2025 بشيقع مناقشة مجموعة من الإجراءات اللي هي تخفف العبء على الفئة دية وتمنحهم أعفاءات جيبائية من معليم الجوالين فما تخفيف العبء كذلك فما جانب آخر قلنا يعني إذا إذا تنقل العاملة الفلاحية من بيتها إلى مقر العمل إلى البستان اللي بيشتخدم فيها والمزرعة يكلفها ثلاثة دينارات مثلا صح أعتقد أنتم تساهموا حتى الدينار نحن قلنا في الإجراء بضبط كما يكذلي سيد الوزير بضبط قلنا في الإجراء هذا لا لا موجود في النص هذا مكتوب التكفل بجزء من المصاريف في التنقل باعتبار أن قلوا حفظوا أن النقلين هذوما يأمنوا لنقل متاع العاملات في وسائل نقل تحفظ الكرامة متاحهم وسائل نقل آمنة وسائل نقل مجهزة حتى بالحد الأدنى تكون مغطية فها مقاعد وحرارة كذلك يعطيك صحة العدد ما يكونش مع عدد كبير وهو بش يتحصل على التعريف متاعه وكذلك الصندوق الحمال الاجتماعي العاملات الفلاحيات يمكنها من أن منها يساهم منها يساهم بجزء من مصاريف النقل وذلك حسب الخصيات متاع كل الولايات امامكم الخريطة متاع العاملات الفلاحيات تذكرت لي الأماكن الولايات العدد تقريب معها كم قيم شوية محصور فما صوبة في التحديد العدد الحقيقي والعدد الفلاحي هذا مربوط بمعهد الإحصائي فما عديد إن شاء الله في الجرد العامل السكان يمدل قريبا كان عنا معطيات منها دقيقة لكن عديد دراسات صارت من قبل من قبل منها مؤسسات دولية وعديد منها مؤسسات متعدة والعدد الجملي يكون في حدود 450 ألف 500 ألف عامل فلاحي هذا تقريبا العدد الجملي والهو عدد تلقى حتى نساء متقدمة في العمر يعطيك صحة هنا في الخصوصيات السوسيو دمغرافية مثلا في أهدية نلقاه برش عن ناصر أحنا حاولنا نتلافعه في نص فما الجانب متاع البعد متاحهم فما الجانب متاع المستوى التعليمي والمستوى التكنيويني هذاك عليش هحنا قلنا يجب نعملوا إدماج اقتصادي ورفعهم مستوى التكنيوين متاحهم من المؤهلات متاحهم مع ليش لأنه ذلك هو يحسن حتى قبلية متاع تشغيل متاحهم بسي الحبيب أنت تبدأ عامل عادي فرصة متاعك تكون أكثر إذا كان تبدأ عندك مهارة ولا تكون عامل مختص في مجال من مجالة فلح يكون عليك أقبال أكثر ونفس كل تحب تتعامل معك وهذا يخليلك أنك تنجم تحسن الأجر متاعك كذلك إذا كان أنت منتصب بالحساب الخاص نوفره لك وسائل العمل وهنا فهم الأليات موجودة مثل قانون الاستثمار في عديد الامتيازات المالية والجبائية الممنوحة للاستثمارات في القطاع الفلاح فرصة أنه نزلها هذي كون فعلها والعملة الفلاحية رغم تنجمش تمشي تطرق أبواب لدارو حد هكذا علش يلزم تكون مرافقة والمرافقة تكون منها قولوا أحنا عن قرب للفئة هذية واحنا نوجه الامتيازات التي تحصل عليها في الأليات الموجودة على مستوى الجهات في إطار برامج التنمية الجهوية نفعلك الأليات هذيك كذلك الوصول إلى التمويل التمويل الموسر بقرض منام مبسطة هذا الكل ينقول يساهم أنه علش نيل فكرة سيلاحبيب العاملة الفلاحية معاش ننظرولها النظرة الدونية اللي هي تعتمد على الإعنات لا رأي فعل اقتصادي رأي هي لا تنتج في الغذاء اللي احنا نستهلكو فيه عندها دور كبير وهذا يجب أن يكون منها فما إيمان وفما إرادة من كل فاعلين الاقتصادين ومن كل المتدخلين في الشأن بتاع العمل الفلاحي أنه ننظر بالفئة هذه من الحد مستوى التكوين مستوى المؤهلات باش تكون فاعل اقتصادي ونشجعها إذا كنت حب تبعث مشاريع الحساب الخاص حتى مشاريع بسيطة هذهكة وكذلك حتى نوجهاها في الأفكار تكون مرتبطة بالبيئة اللي هي فيها من جبولاش أفكار لأ كل جهة عندها مجموعة عندها قوة عندها خصائص اللي تنجم تكون مصدر قوة ولإنها تكون لعنها متميزة على بقية الجهات وتكون عندها قيمة مضافة عالية سي محمد الناصر مرابط نصو إلى خطايا التأخير كيفاش باش تترحوها بي احنا الخطايا التأخير هي قدنا بالنسبة للصندوق الصندوق الوطن للضمن اجتماعي المنخرطين تا الصندوق الوطن للضمن الاجتماعي نجم يكونوا مؤجرين منخرطين بأنظمة الأجراء مثل الأجراء في القطاع الفلاحي في القطاع غير فلاحي أنظمة الأجراء وإلا مستقلين بكافة أصنف العمل غير الأجراء الفنانين ومبدعين مثقفين سي الحبيب عنا العمل تونس بالخارج عديد الأنظمة العمل غير الأجراء المؤجرين والعمل غير الأجراء التي تخلدت بذمتهم دون توجه الصندوق الوطن الاجتماعي بنوان خطايا تخير نتيجة عدم خلاص الشركات أسمع فما فنانين في السينما وفي الفنون التشكيلية وفي المسرح وخاصة في الغناء والموسيقى يأخذوا دعم من الزبط الثقافة وما يخلصوش أنا في اللجنة أنا كنت أرضو في اللجنة الوطن أسمع فما فنانين يأخذ دعم خليني يأخذ دعم يأخذ دعم يأخذ دعم يأخذ دعم في البلاتو ويبدأ يحكي على أنه ما ألقاش إعانة من الوسارة أمثلة عديدة أنا أكد عليه بالنسبة النظام الفنانين ومثقفين فما نظام التغطية الاجتماعية عنده مجموعة من المنافع ويخلي الفنان اللي يكون منتظم هو يتعدى على اللجنة فنية يبدأ عنده بتاقت احتراف فني ومعنده صيفة الفنان ويبدأ عنده تغطية الشمائية في الضمان الاجتماعي وينخرط في النظام هذي يدفع اشتركاته بصيفة منتظمة عنده أغلب أغلب المنافع الضمان الاجتماعي لحسب المعايير الدولية تقريبا أغلب من تأمين على المرض كما ذكرناك برأس مال عند الوفاة هي مهمة على الأخر ونجارات بمختلف أنواح ونظام حوالت شغل أمر الضمان اختيار معنا إذا كان يحب أمن هذا حسب حسب طبيعة النشاط والمخاطر الممكن تعرض لها المشارع خليه أنه ينخرط أملك في نظام حوالت شغل أمر الضمان والمهمة كذلك أنهم يحسنوا في الأدام وفي القيمة الثقافية والفنية أعمالهم وإبداعاتهم تقريبا أحتنا بكل شيء فيما يتعلق بهذا النظام الخاص بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وخطايا التأخير كل ذلك من أجل تكريس سمو حمد الناصر مرابط الدور الاجتماعي للدولة يا تكسح فما عديد الإجراءات كما نحصل الحبيب الفترة هذه عديد الإجراءات عندها بعد اجتماعي نذكره بالترفية في الأجر الأدنى المعين المضمون في الترفية في الحد الأدنى للجريات المسلمة في أنظمة الضمان الاجتماعي تم الترفيح فهمتنا جمش تكون أقل من 240 دينار شهريا كذلك فما عديد الإجراءات فما إن شاء الله في قانون مالية جديد صندوق تأمين على فقدان مواطن الشغل مش يقع منها أعفائها من دفع ضراء بدونك فما بعد اجتماعي كبير وهذا فما تركيز من قبل الحكومة من قبل الدولة على سلطة في الدولة على البعض الاقتصادي والبعض الاجتماعي سلاحبيب وشنوه في منهجية وفي أبروش جديدة اللي هو العمل العمل والإنتاج وتحسين الدخل وأجور تكون لائقة وأجور تكون عادلة وبعد تجي معها تغطية اجتماعية تأمنك ضد مخاطر الحياة مرتبطة بالمخاطر المهنية وغير المهنية وهذه هي الفلسفة وإن شاء الله رب يقدرنا ونفظه عاتك صحة وبرك لوفيك عاشك لوزارة الشمال الاجتماعية وكل الوزارة الأخرى المتشاركة معكم في هذا المشروع وفي هذا النظام الخاص بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات كل ذلك في الحقيقة بيدفع واضح من سيادة رئيس الجمهورية لأنه أكد على تكريس الدور الاجتماعي لدولتنا شكرا سي محمد الناصر مرابط شكرا للاستهدافة وتحية الكفة المستمعية شكرا إلى اللقاء